السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا جهاز اي تيو من معالجات الاس بي دي. من اجهزة الزراير عليه باسورد زي ما نشوفين كده. هنحزف الباسورد بطريقة سهلة جدا. وعن طريق اداة جميلة جدا بتغطى واحدة تحزف الباسورد. وطبعا الطريقة اللي هنعملها دلوقتي عن طريق اداة تقدر كمان تحزف الاجهزة اللي هي اندرويد. يعني لو مع الجهاز اندرويد هتحزف برضو الباسورد بتاعه بطريقة سهلة جدا. علشان الاختيار اللي احنا محتاجينه في الاداة هو اختيار فورمات فوضع الدياج. تمام? آآ بتدخل الجهاز فوضعات الاس بي دي. زر تعليد صوت وخفض الصوت لاجهزة الاندرويد. واجهزة اللي هي الزراير ديت. بدلت على زر الاوكيل في النص مسلا. تمام? وبعد كده بيبوت معك او زر القيمة. ما فيش اي مشكلة اما حاجة يقرأ معاك اس بي دي. تمام? اه لاجهزة الاندرويد بيقرأ معاك دياج. في الحالة دي بيحزف البصور. طبعا بنفك ضهر الجهاز دي بانش من كده. هنلاقي الموديل مكتوب على ضهر الجهاز اللي هي الاجهزة الزراير بيبقى مكتوب تحتها كده تحت البطارية. تمام? لو جال الجهاز زي ده او غيره ما فيش اي مشكلة هي نفس الفكرة هتعمل نفس الطريقة. يعني مش الطريقة دي مش للجهاز ده بس. احنا بنعمل شرح عملي الجهاز المتوفر معانا. بس الطريقة دي تنفع لمعظم معالجات الاس بي دي. ان كانت اجهزة آآ زراير. تمام? العادية دي. او اجهزة آآ اندورية. تمام? عشان استبع عارفة. طبعا احنا بنشوف المعالج زي ما احنا متعاودين كل مرة من جمع القائمة بتاعة الويندوز دي. بتاعة التعريفات. آآ وبعد كده بنضغط على زر الوكيلة في النص ونوصل الجهاز باليو اس بي من الكمبيوتر. في الحالة دي مفروضي اقرأ معاك زي ما تشوفين كده اهو. اه دياج تمام? هو ده اللي احنا عايزينه. طبع الاجهزة دي لو جربتها على بعض الادوات ممكن ما يفكش معاك او ما يحزفش الباسورد. ففي الحالة دي احنا معانا الواجهة دي زي ما متشوفين كده تفتح معاك بالشكل ده وشرح طريقة تثبيتها ازاي موجودة عندكم في اسفل فيديو. تمام? هسيبها لكم. تعرف طريقة تثبيت الواجهة دي. تمام? الواجهة اشغالة ما فاش اي مشاكل. طبعا احنا الجهاز اللي معانا نضغط على قيمة ونضغط على او 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 الحديثة دي. تمام? ده الاصدار الجديد بتاع الواجهة. وبعد كده بنضغط على كلمة هنا وبعد كده هتبدأ توصل الجهاز. عشان يبوت معاك زي ما انا قلت زر الاوكيل في النص ونوصل كابل اليو اس بي او تشيل البطالة توصلها تاني اهو. برضو للتأكل عشان ما اظهرش معانا اخطاء ونوصل كابل يو اس بي ودازم تكون مسبت تعريفات الاس بي دي. تمام اهو. بعد ما الجهاز هيبدأ يبوت معاك اهو زي كده تشيل ايدك من الازرار. لو ضغط على اي زر تشيل ايدك من عليه. تمام? في الحالة دي هيبدأ يوصل اه يخش في وضعات الدياج ويحزف الباسورد. اهو. يعني هيبدأ يخش الجهاز هو مضف كده ويعمل بضغطة واحدة واتجاتة بكلمة وهو كده حزف الباسورد او عمل ضبط مصنع للجهاز. الطريقة سهلة جدا. والطريقة ده تنفع في الوضعات اللي هي الفاكتوري ست الدياج دي. بتنفع لعجزة الاندرويد برضو. تمام? طبعا الناس كتابة تسألني اه عايزين ادوات اه حاجات تحزف الباسورد لاجهزة الزراير عشان تبقى اه اجهزة مقرفة شوية في التعامل معها. فالنهاردة معنا طريقة سهلة جدا وتكون تشارح برضو طريقة لمعالجات الميديا تيك اللي هي الاداة الخاصة بيا موجودة. تمام? عندكم في القناة برضو. طريقة حزف الباسورد لمعالجات الاس بي دي. اهيه والميديا تيك موجودة عندكم في القناة. تمام? زي ما شو من كده هنبدأ نفتح الجهاز ونشوف فعلا حزف الباسورد ولا لا بعد عملية اللي هو عملية الضبط مصنع. وطبعا زي ما شون كده الجهاز بدأ يفتح معانا اهو. وبعد كده طبعا هزهر لك اللغة او يختار لك ازهر لك القيمة يعني. طبعا بنختار دي زي ما انا قلت ومنختار اللي هو ضبط مصنع دياج. بين قصين وضع الدياج هو ده الوضعية اللي نحزف بيها الباسورد. طبعا لو انت اخترت مسلا فورمات العادي اللي هو موجودة هي على يمين دي مش هيحزف معانا الباسورد. لازم وضعية الدهاج. طبعا الجهاز خلص معانا كده. وبدأ اه عمل فورمات للجهاز فورمات كامل. وظهرت اللغة هي بس الصورة مش واضحة عشان بس تصوير الكاميرا. تمام الشاشة من ديلون ابيض. وبنختار اللغة العربية زي ما تشوفين كده وبعد كده يفتح معانا شكل كامل. يبقى انت كده حزفت الباسورد نهائي. طب سؤال بقى فيه ناس تقول الباسورد اللي هو كان موجود مسلا واحد اتنين تلات اربعة اللي هو الخاص بالعدة دي. تمام? هيرجع الوضع الاصلي او هيرجع الوضع الاصلي عشان انت كانك عملت كده. تمام? اهو. ده الشغال ما فيهوش اي مشاكل. وبضغطة واحدة قدرنا نحزف الباسورد. تمام? طبعا دي الطريقة اللي حسف الباسورد المعايجات. طبعا اه في الطريقة والطريقة دي زي ما انا قلت بتحزف اه برضو العجزة الاندرويد عشان ناس تبعارفة برضو. مأكد على الكلام بتحزف عجزة الاندرويد. طبعا لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل شكلك بناه. واتفعل زر الجرس واعمل شير لاصحابك عشان غيرك استفاد. وما تنساش تدعمه بلايك لو عجبك في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.